حتى نهاية 2020 فإن تحسن الاقتصاد اليمني غير مؤكد نتيجة توصل لها البنك الدولي الذي أكد في تقرير حديث له على أن هذا التحسن مرتبط بالاستقرار السياسي مشيرا إلى أن تعافي أسعار النفط العالمية قد يساعد المالية العامة اليمنية التقرير الذي أصدره البنك الدولي في أكتوبر الجاري واطلعت وسائل إعلامية على بعض تفاصيله قال إن الأزمات الاقتصادية تفاقمت خلال العام الجاري حيث تراجعت تحويلات المغتربين وانخفضت أسعار النفط ما أدى إلى تآكل عائدات الحكومة كان من اللافت إشارة البنك الدولي إلى الانقسام الحاصل في المؤسسات المالية وفي مقدمتها البنك المركزي اليمني والتباين الحاصل بين مناطق الشرعية ومناطق الحوثيين وهو ما ترك تداعيات خطيرة على الاقتصاد خصوصا مع قرار ميليشيا الحوثي حظر تداول الطبعات الجديدة من العملة بالنسبة للحكومة فإن العملة المحلية تراجعت بنسبة 180% خلال خمس سنوات ما كبد اليمن خسائر بنحو 88 مليار دولار وفق وزير التخطيط نجيب العوج الذي أوضح للبنك الدولي أن أزمة اللاجئين بين المدن شكلت عبءا إضافيا حيث بلغ عددهم أكثر من ثلاثة ملايين نازح لا يستطيع البنك الدولي فعل شيء حقيقي خلال الفترة المتبقية من العام الجاري لكنه كشف عن تخصيص 371 مليون دولار لمشاريعه المرتقبة في مارس 2021 وهي مشاريع تشمل التعليم والحماية الاجتماعية والخدمات الحضرية وبانتظار الشهر الثالث من العام القادم فإن اليمنيين مقبلون على وضع اقتصادي أكثر سوى تقول الأمم المتحدة إنه قاب قوسين أو أدنى من المجاعة